ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم واخت ام الفضل زوجة العباس وخالة خالد بن الوليد وابن عباس رضي الله عنهم اجمعين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في وقت فراغه من عمرة القضاء سنة سبع في ذي القعدة وبنا بها بسرف وكانت اخر امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وكانت من سادات النساء وصفها النبي صلى الله عليه وسلم واخواتها بالمؤمنات فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأخوات مؤمنات ميمونة زوج النبي وأم الفضل بنت الحارث وسلم امرأة حمزة وأسماء بنت عميس هي أختهن لأمهن حدث عنها أولاد أخواتها ابن عباس وعبد الرحمن بن السائب الهلالي ويزيد بن الأصم وكريب مولى بن عباس ومولاها سليمان بن يسار وأخوه عطاء بن يسار وآخرون قال يزيد بن الأصم وهو ابن أخت ميمونة تلقيت عائشة أنا وطلحة وهو ابن أختها وقد كنا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه وتعذله ثم أقبلت علي فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت أما علمت أن الله ساقك حتى جعلك في بيت نبيه ذهبت والله ميمونة ورمي برسنك على غاربك أما إنها كانت من أتقانا لله وأوصلنا للرحم ورمي برسنك أي بحبلك والمعنى خل يسبيلك فليس لك أحد يمنعك عما تريد توفيت ميمونة رضي الله عنها سنة 51 للهجرة ودفنت بسرف رضي الله عنها وعن سائر أمهات المؤمنين ترجمة نانسي قنقر